بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم على الميكانيزم أوف رسپاريشن برضو نتكلم فيه على الفنكشن أوف رسپاراتوري سيستيم أي وظيفة الجاز التنفسي أول حاجة بعمل أكسترنى رسپاريشن عشان يعمل أكستشينج أوف جازيس الوكسينج وكربون دوكسينج بتون الهير و البلود أكستشينج أوف جازيس بتون بلود و تيشو أكستشينج أوف جازيسين إلا كده الغازات ما بين بقى إلا كده من حاجة مفهو من حاجة مفهو من حاجة لمفهو من حاجة مفهو رسپاراتور سيستيم ديفيجن إيه يا أقسام جهاز التنفسي الجهاز التنفسي اللي هدís segmento هبارة عن دو طلعه طلعه الابر رسپاراتوري واللوى الرسپاراتوري التنفسي العلوي هبارة عن نيزル كافتي وفرنكس والجلوتس لسان المزمار والحنجرة لحد كده خلص الجاز او المسار التنفسي العلوي جاز التنفس السوفلي يبدأ بيه التراكية يبدأ بيه بعد كده البرونكس اللي هي الشواب الهوئية وبعدين برونكيولز الشوابات الهوئية واللونج واسفل منهم خلص اللواء الديافراج يبقى ده الـ Air is conducted toward or away from the longest by a series of cavities tubes and opening يعني يقول لك الهوئ يدخل لللونج او يخرج من اللونج عن طريق ايه toward or away from the longest من خلال opening فتحات الـ Air Nose و cavities التقويف الأنفي او tubes عبارة عن التراكية والبرونكاي والبرونكس والكلام ده كل ده يدخل الهوئ ويخرج الهوئ لللونج ده برضو وضح لك اللي هو الـ Upper Respiratory Tract Nurs لها النوز و النوز الكافيتي جوب الأنفية الفيرنكس البلعوم الغلوتس و الليرنكس اللور بعد كده قلنا التراكية البرونكاي والبرونكيول و اللونجس و اللونجس و اللونجس و اللونجس عكس بقى أزا اير موفز او اتلم الهواء خرق من اللونج دورن الالكسبرائشن اتقوال و ايه ديبوزيط يعني بيبرد و ايه ديبوزيط الميوطر و يرسب يبدأ اول يترك الرطوبة الموجودة فيها بخار الميوطر يتركه على بطانة التراكية او النوز يعني مرور الهواء داخل الجهاز التنفذي طب قلنا طبعا في ده المموز و ده النوز طبعا الهواء ممكن يدخل عن طريق النوز و ده المساري الطبيعي للنزل كافيتي للفيرنكس ومن الفيرنكس للجلوتس اللي موجودة في الليرنكس و من الليرنكس للتراكية اه Adha trikia وبعد كده الطراكية هيبقى فيه البرونكاس ده البرونكاس يمين وشمال اللي هو البرونكاي وبعد كده برونكاي يبقى برونكيولز والبرونكيولز تبدأ تتفرع و ترخل داخل الايرساكس او الموجودة في اللنغ اه ده برضو أنت عندك حاجة اسمها الهارد باليت والصوفت باليت اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو سقف الحنك السنوي هو سقف الحلق السنوي ده وبالتالي تسمع بعملية التغذية أثناء التنفس أو التنفس أثناء عملية التغذية لأن في حاجز ما بين مصار الهوى ومصار الغذاء بيشتركوا مع بعض في مصار مشترك اللي هو الفيرنكس هو عبارة عن ثلاث مناطق النزوفيرنكس اللي هو المنطقة القريبة من نزل كافيتي والأوروفيرنكس المنطقة بالتغوف الفمي والرينكفيرنكس المرتبطة بالليرنكس بعد كده يبدأ يدخل الهوى للجلوتس لما يفتح الابجلوتس عشان يدخل الهوى فيه بالتركية اللي هي دايما دايما مفتوحة البرونكيال تري اللي هي شجرة التفرعات الخاصة بالشعب الهوى الموجودة في اللونك ده طبعا الاول داي vont بعد الليرنكس يبقى فيها التركية تركية تتأسم الى Forget البرونكاس طوراتبرونكاي البرامر برونكاي الابتدائية بعد كده يخرج من الابتدائية السيكندر برونكاي والسيكندر برونكاي اللي هي الأجزاء الطرع والخط ده يخرج من السيكندر برونكاي الترشري برونكاي وبعندك شجرة من التفرعات اللي هي القصيبات الموجودة دي اللي بتنقل الهواء إلى الـ Airsex أو الـ Alveoli ده الـ Right Lung الـ Right Lung كده بيعباره عن سريه لوبس لكن ده الـ Left Lung بيعباره عن توه لوبس لأنه طبعاً هنا الـ Heart oriented to the left بدأ سريه لوبس وده تو لوبس عشان كده تلقي البرونكال 3 في الـ Right Lung بتبقى More Condensed أكثر كسافة يعني الـ Primer برونكاي فهل كارتليج بدأ زيه بالضبط زي التراكية وده Right بيبقى ويدر زياني لفت ليه هولنا ويدر زياني لفت يا شباب دي عشان هنا بيبقى فيه سريه لوبس لكن هنا تو لوبس Secondary Bronch سريه ساكندر برونكاي ليه هوم سريه ساكندر برونكاي لأنه عندنا سريه لوبس في الـ Right Side من اللنغ ليه هنا تو ساكندر برونكاي في اللفت ليه لأن تو لوبس فيه Left Side لأن اللنغ بتبقى تو لوبس الترشي برونكاي مور برونكاي زي ما احنا اتفاقنا ليه علشان بتبقى اللنغ عبارة عن سريه لوبس ولكن هنا بتبقى تو لوبس اللنغ الساكندر برونكاي ملايين من الأكياس الهوائية والحواصلات الهوائية which creates enormous service of area شاحة كبيرة جدا مساعة سطحة كبيرة حوالي سكوار متر وده طبعا ليه علشان increase service area for for the gas exchange علشان يحصل تبادل للغازات each lung is divided into several roots and each is supplied with tertiary برونكاي وكل واحدة طبعا ليها القصايبار السلسية each lung is also separated from other lung so that if one lung collapse the other will not likely to do the same يعني هم هم مفصلي عن بعض ممكن دي ما تكونش منتفخ بالهوى لكن دي منتفخة بالهوى ده ما بحصرش كتير يعني زي صراس الكافتي تقوفي اللوه الصدر اللوه بحيت باللung which houses the longest is separated from the abdominal cavity طبعا تقوفي الصدري ده مفصول عن تقوفي البطن بإيه بالديفرام أو الحجاب الحاجزو عبارة عن sheets of smooth muscle lung as you see the longest lie on either side of the heart لما تقول فين الرنج تقولينيها حوالين القلب لما قولك فين القلب تقولين هو between the longest within this russic cavity the right lung has three loops as you see one two three and the left lung has two loops زي ما انت شايف كده وبعد كده كل loop فيها many thousands أو many millions of air sacs اللي بسموها الالفيولاي external structure of the lung اللي يعباره عن coonship دي شكل مخروطي كده الابكس بتاعته بتبقى الاعلى القمة بتاعته بتبقى الاعلى والجزء الاسفل هو اللي بتبقى ده غريبا من العنق يعني وده بتبقى غريبا من sitting on the diaphragm على الحجاب الحاجز الالفيولاي اللي هو حوصلات الاوئية functional unit of the respiratory system الوحلة الوظيفية لجاز التنفس اللي بتقومها عملية الجاز اكس اتشينج between البلاد والاير surrounded by blood capillaries محاطة بشفائرات دم يسموها pulmonary capillaries وعبارة عن شبكة من الشفائرات الدموية coming from the pulmonary art طبعا جامش من الشريان الراوي بتطلع من كل lung two pulmonary vein يروحوا لي left atrium يعني بيبقى سمكوا عبارة عن خلية واحدة كده عشان كده simple squamous epicylium بتبقى ايه برضو الول of capillaries برضو عبارة عن one layer thick simple squamous epicylium يبقى على طول بتقوم بعملية الايه simply diffusion of the gases in and out of from the air to the blood from the blood to the air this is the capillary network اللي هي بسموها capillary bed around the alveoli اللي بتقوم بعملية الاكسشينج of gases ده فارع من الايه البلو من وده عكس دايما الفين بيبقى لونه ازرق لكن ده بقى لونه احمر لانه ده بيحمل الاكسوجين اللي هو جاي من عملية الاكسشينج of gases والبلاض اللي جايله هنا يبقى غني بسانوكسيد الكربون عشان احنا هتخلص منه بيطلع الايه كربون دا اكسيد للخارج ده نفس الكلام برضو بوضح لك بالزبط ان انتي الالفولاي الموجودة بتقوم بعملية الاكسشينج of gases ومحاطة كل الفولاي كده كل كورة او فصيص يعني من الاكياس دي محاطة بشبكة من الايه كابلري بد اللي هو بتقوم بعملية الايه الاكسشينج of gases يجلها الدم كده محمل بيه سانوكسيد الكربون يطلع هنا محمل بيه الاكسوجين بعد عملية الگاز اكسشينج السرس الكافتي التقويف الصدري اللي هو بيحيد به الهارت عبارة عن lung within the sealed of السرسي كافتي تقويف ملتحم كده من الصدر عبارة عن بونز وعبارة عن ايه مصر البونز اللي هي الرب كيج اللي هو القفز الصدري مصنوع من ايه من الرب اللي هي الضلوع consisting of ribs joined posteriorly with a vertebral column يعني من ناحية الخلفية كده ملتحم مع ايه او رمزة anteriorly it is joined with sternum عظمة القص الموجودة ده يبدأ الرب الضلع ده مرتبط من وراء بالعمود الفقري مسبت في العمود الفقري في الفرتبر كل من الامام يبقى نهاية الرب يبقى في highline cartilage يبقى مرتبط بال sternum بالشكل ده المسلز بقى في inter muscle العضلات الوربية اللي هي بين الرب وبعضها في المناطق ده اللي هي ده inter crystal muscles وفي كمان من تحت خالص هتلاقي فيه a diaphragm لون الحجز والconnective tissue from the floor of the thoracic cavity والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته